اشتركوا في القناة وتعزيز اسامات الكوادر الوطنية في المسيرة التنموية الشاملة وامتدادا للحرص الذي يولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمواصلة الاستثمار في أبناء الوطن إيمانا بدورهم الفاعل في رفض مسارات التنمية ويحظى برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية بمتابعة مستمرة ومباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مختلف مراحل البرنامج حيث وجه سموه مؤخرا بتشكيل لجنة تختص بمتابعة منتسبي البرنامج بعد تخرجهم بما يتماشى مع الاهداف والتطلعات المنشودة التي وضع لأجلها البرنامج الجدير بالذكر أن البرنامج نجح في خلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية وتساهم في تطوير العمل الحكومي حيث تخرج من البرنامج 110 خريجين منذ انطلاقه في العام 2015 وتبوأ عدد منهم مناصب تنفيذية بالحكومة ويعد برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أحد البرامج الطموحة التي تستقطب الطاقات الوطنية الشابة من العاملين بالقطاع العام لتثري خبراتها وتسقل مهاراتها من خلال دورات مكثفة على يد أبرز الخبراء لتمكينهم من طرق البحث والتحليل ومختلف المهارات القيادية كما يتيح لهم البرنامج التعرف عن قرب على آلية صنع السياسات الحكومية وتنفيذ البرامج المرتبطة ببرنامج الحكومة أي أحد يتكلمون عن البرنامج يقولون أنه فعلا قيمة مضافة حق الشخص قيمة مضافة حق الشخص شخصيا حق المهارات الشخصية وأيضا حق المهارات الاحترافية الموجودة عندنا فهو يعطي مساحة حق أي أحد أنه يشوف مشاريع جديدة خارج عن نطاق خبرته خارج عن نطاق المألوف بالنسبة له طبعا البرنامج فريد من نوعه أضاف لي الكثير أنا كنت ضمن الدفع الأولى سنة 2015 و2016 كنا يجمع الكفاءات الحكومية من كافة القطاعات ويدربهم على صنع السياسات والعمل على المشاريع الوطنية المختلفة ويجمعهم مع صناع القرار لإطلاعهم على طريقة صنع القرار للوصول إلى الأهداف الوطنية المنشودة أنا طبيب في مهندس كان معي في محاسب كان معي كملنا بعض لما دخلنا البرنامج لما يجبنا كونتاسك ويجبنا بروجيكت أو مشروع أنا أقدر أضيف شيء اللي معاي يضيف شيء ثاني والثالث يضيف فريق عمل متكامل نعمل مع بعض طبعا البرنامج أضف لنا الكثير من حيث نحن كوننا علاقات مع مختلف الجهات وتعرفنا على أشخاص أدهم مختلف المهارات طبعا البرنامج كان أضف لنا نقلة نوعية مثل ما يقولون في حياتنا المهنية بالمهارات اللي اكتسبناها من المهارات العمل الجماعي قد صنع القرار وشلون نحط الاستراتيجيات عشان نطور من الأداء الحكومي والحتي اللي عندنا في الشركات في الخاصة البرنامج يعرفك شلون الحكومة تعمل وشلون عمل يعني شلون ديمومية تعمل الحكومة وشلون يديرون المشاريع وشلون يتشوفونها من منظر آخر البرنامج يضيف جدا للشخص يضيف له شخصيا يضيف له عمليا يضيف له علميا طبعا البرنامج اضاف لنا كثير من المهارات خاصة ان احنا في القطاع الطبي يمكن فيه اشياء احنا ما نحتك فيها أنا ديلي بيسز فبالعكس البرنامج لما كثير من مهاراتنا وخلاننا نطلع على العمل الحكومي عن قرب فاحنا جزء من دفعة تاسعة البرنامج يسمى رئيس مجلس الوزراء لتطوير الكوادر الحكومية ومن خلال هالبرنامج يقع نستفيد بالكثير من ناحية تطوير مهاراتنا وسقلها بشكل سريع وبشكل يعزز من كفاءاتنا ككوادر حكومية ترجمة نانسي قنقر